كعادة أي دربي أهلي وزمالك أو زمالك وأهلي بننتظر القايمة قبلها بيوم الصبح بنشوف القايمة فيها مين؟ فريرة أعلن القايمة من بدري الناس عرفت اللعيبة ولكن حتى الآن النادي الأهلي ما أعلنش القايمة حالك شايف؟ واضح جداً عاز أقول أنه واضح جداً جداً أنه فيه ارتباك في معسكر الأهلي واضح جداً يعني أي حد هيقول حاجة غير كده هيبقى مش أصدقه أنا أصدق اللي بشوفه معنى أنه معسكر الزمالك رغم النقص العددي ورغم أنه فيه مراكز فيها مشاكل كتير جداً وكلنا عارفينها زي الباكرايد زي أحرص لأ وعند كمان مستر فريرة كان فيه لعبة كتير لحد آخر لحظة ممكن تشارك أو لأ كان ممكن يستنى لحد آخر ثانية ويقول لا أنا مش هقول مين هي لعبة يعني لحد ما القايمة أعلنت مكانش حد عارف إمام جاهز ولا لأ فاتوح كان جاهز وشوية لأ عبدالغاني ممكن كم ممكن يدخل وما يدخلش جاء متأخر تستبعده حتى أبو قبل عايز أقول أن الزمالك واضح أنه ما كانش فيه ارتباك في معسكره فيه قرار حد وواضح وأعلن لكن واضح أنه فيه على الجانب الثاني في المعسكر الأحمر لا فيه ارتباك بدليل أن حبت لحظتنا هذا قايمة الفريق ما حدش يعرف همين لم تعلم ده ما تفهمنيش أنه ده نوع من السرية والكلام ده لا في ناس تأخذ ده بالجانب ده اللي هو يعني فيه سرية وبالحاول نحن معكام الاحترامي إحنا في دلوقتي في عصر ما فيش فيه سرية كل الناس عارفة المستويات وكل الناس عارفة اللعيبة وشفتها وبعدين الدربي ده جاي في الايه ده مؤجل من السبوع العشرين يعني يعني أنت يعني ما فيش سرية في حاجة كل المستويات معروفة كل الأداء معروف كل اللعيبة معروفة محفوظة تماما كم ممكن نصدقه نأخر القيمة نأخر تشكيل لكن واضح أنه فيه ارتباك في معسكر الأهلي في التشكيل وفي الترتيبات دية فبالتالي ما أعلنوش عن القيمة لكن هيعلن طبعا مؤكد عن التشكيل في آخر لحظة وأنا متأكد أن هيعلن عن التشكيل بعض ما الزماك يعلن عن تشكيله بالشكل ده يعني ده نوع من الارتباك ونوع من الخضاء وأنا عايز أقول أنه معسكر الأهلي معذور معذور لأنه برضو عنده مدارب كويس آه بس خبراته بالتأكيد أقل فبالتالي المباراة بالنسبة للمباراة صعبة مؤكد يعني ودي معطيات عادية لكن في النهاية أرجع وأقول لحضرتك أن الدربي لا يعترف بكل الكلام ده يعترف بمين عنده حافز مين عنده دوافع أكتر مين اللي هيبزل مجهود أكتر في الملعب مين اللي هيحترم المنافس أكتر هو ده اللي هيفوز بالدربي كل المعطيات اللي احنا بنقولها قبل المباراة دي مؤشرات لكن في النهاية لا يبقى إلا الحافز والدافع والأداء الأقوى في الملعب ومين اللي هيبزل مجهود أكتر مين اللي هيحترم المنافس أكتر لأن احترام المنافس مهم جدا جدا في كرة القدر طب إزاي بقى الزمالك وفريرا يقدروا يستغلوا حالة الارتباك أو الحالة اللي موجودة مدرب الأساسي مش موجود في بعض الارتباك تأخير في القايمة إزاي ينزل فريرا بتشكيل أو يتكلم مع اللعيبة بحيث ينزل يكون بلغة الكرة هو الراكب الماتش هو المتسايد الملعب في كل مكان مؤكد مؤكد في مباراة الدربي اللي بيتسايد الملعب أو اللي بيفرض كلمته أو اللي بيفرض أسلوبه على التاني هو اللي بيبقى بيسوق المباراة أو بيعد المباراة بالشكل اللي هو عايزه ده مؤكد أنا شايف أن شخصية الزمالك لو قدر اللعيبة يبزلوا موجود ويثبيتوا شخصية الزمالك في الملعب هيقدر يكسب المباراة وهيقدر يقسم المباراة لفترات لأن المباراة 90 دقيقة لازم تقسمها لفترات الفترة الأولى أنا محتاج منها إيه الفترة الجزء الثاني من المباراة هبدأ ألعب على إيه ثم الجزء مثلا الأخير هضغط في الغازة يعني على ذلك الشخصية الزمالك مين اللعيبة اللي ممكن تبدأ في اللقاء وتكون هي شخصية الزمالك يعني دائما كل فريق طبعا كل لعبة مهمة لكن في اللعيبة بتكون هي شخصية الزمالك على ذكر المثال لو شيء كما وجود من البداية فهو ده كابتن الزمالك شخصية الزمالك مين اللي ممكن يبدأ النهاردة ويمثل شخصية الزمالك في الملعب لا شخصية الزمالك هتظهر من كتير جدا يعني على سبيل المثال شخصية الزمالك هتكون في الشق الهجومي واضحة جدا شفتش التشكيل لكن وجهة نظري هيكون هيعتمد على التلاتة هما هما سيزو بن شرقي وفي النص اوباما اعتقد ان التلاتة انا وحضرتك متفقين على اوباما في ناس كتير متوقع عمر السعيد لكن انا احساس هي لعب اوباما النهار اوباما اوباما انا وجهة نظري فالتلاتة دولة يقدروا يفرضوا شخصيتهم وشخصيتنا على اي فريق سلاسي مرعب يقدر يعمل حاجات كتير جدا فبالتالي انا شايف ان دولة ممكن يغيروا النتيجة يعملوا اي حاجة المهم التركيز تركيز الشديد جدا واستغلال انصاف الهجمات لان دايما الدربي بيبقى الفريقين عاملين حساب لبعض وبيبقى مركزين الدفاع وبيبقى بيضغط على المهاجمين اوي فهي القصة في هفوات الهفوات هي اللي بتحسم الدربي لو في هفوة هنا دفاعية او هفوة هنا دفاعية اللي هيستغلها يعني الاقل اخطاءا هو اللي هيطلع بالمكاسب الاكتر في اللقاء النهار